فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وإذن فالهجرة تكون على أنواع نوع الأول الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وهذه أمر واجب وباقي ومستمر ومن تركها مع القدرة عليها فهو متوعد بأشد الوعيد قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم عنهسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا وخفورا وهذه الهجرة باقية إلى أن تخرج الشمس من مغربها قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها النوع الثاني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد كفر آخر أخف من الأول تمكن فيه الإنسان من إظهار دينه كما هاجر المسلمون إلى الحبشة إلى أرض النصارى من الحبشة فإذا كان لا يتمكن من الهجرة إلى بلاد الإسلام فعلى الأقل يهاجر إلى بلد من بلاد الكفر يكون أخف ضررا من البلد الذي هو فيه النوع الثالث الهجرة من البادية إلى الحاضرة المسلمين وهذه هي المقصودة هنا وهذه كانت واجبة في أول الإسلام وكان صلى الله عليه وسلم يوصي قواده في الجهاد أن من أسلم من الأعراب فإنه يخير هذا نسخ لما كان واجبا في الأول يخير إما أن يهاجر إلى الحاضرة ويجاهد مع المسلمين فيكون له من المغانم مثل ما لغيره وإما أن يبقى في باديته وليس له من الفيء والمغانم شيء يكون كأعراب المسلمين يكون كأعراب المسلمين فيكون ترك أمرا مستحبا